موسيقى أبنائي وبناتي طلاب الشهادة الاعدادية أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مادة الدراسات الاجتماعية تحت رعاية واشراف وزارة التربية والتعليم حلقة اليوم بنتناول فيها مراجعة على منهج التاريخ نبدأ مع بعض مراجعة اليوم نبدأ بمجموعة من الأسئلة في التاريخ السؤال الأول بيقول أكمل العبارات الآتين تدهورت أحوال المماليك الاقتصادية نتيجة لتحول تجارة الشرق إلى طريق نوع إيه اسم الطريق اللي التجارة تحولت ليه؟ هي طريق رأس الرجاء الصالح سؤال الثاني انتصر مين على الصفويين في معرقة جلديران عام 1514 اللي انتصر هو السلطان العثماني سليم الأول اتجهت الدولة العثمانية إلى تطبيق نظام ايه؟ في جباية الضرائب جباية الضرائب يعني جمع الضرائب النظام اللي طبقوا العثمانيين هو نظام الالتزام يبقى طبق العثمانيين نظام الالتزام في جمع الضرائب سؤال الرابع أبحرت الحملة الفرنسية من ميناء ايه؟ في فرنسا الميناء اللي خرجت منه الحملة الفرنسية وهي متوجهة إلى مصر هي ميناء طولون يبقى اسم الميناء طولون سؤال الخامس تحالفت الدولة العثمانية مع مين ومين؟ ايه دولتين اللي تحالفت معاهم الدولة العثمانية؟ واشتركوا مع بعض في اخراج الفرنسيين من مصر تحالفت الدولة العثمانية مع الدولة الأولى بريطانيا والدولة التانية روسيا يبقى الدولة العثمانية تحالفت مع بريطانيا وروسيا لإخراج الحملة الفرنسية من مصر سؤال السادس جمع علماء الحملة كل مؤلفاتهم عن مصر في كتاب عرف باسم كتاب كتاب وصف مصر سؤال السابع صار الشعب المصري في مارس عام 1804 نتيجة لقيام العثمانيين بفرض ايه وايه على الشعب شعب المصري قام بصورة عام 1804 قبل ما يتولى محمد علي الحكم ايه سببها؟ بسبب ان الوالي العثماني فرض الضرائب وايضا الاتوات يبقى بسبب فرض الضرائب والاتوات قام الشعب المصري بصورة عام 1804 سؤال التامن قرر محمد علي من اجل انفراده بالحكم التخلص من المماليك فضبر لهم طبعا مسبحة القلعة عام 1811 جعلت محمد علي يتخلص من المماليك وينفرد بالسلطة انشأ محمد علي مجالس مثل مجلس ايه وايه؟ ايه المجلسين اللي انشأهم محمد علي؟ انشأ مجلس المشورة كما انشأ الديوان العالي تم الانتهاء من الخط الحديدي الرابط بين القاهرة والاسكندرية في عهد مين؟ خط سك الحديد اللي انتهوا منه اللي كان بيربط بين القاهرة والاسكندرية تم الانتهاء منه في عهد طبعا سعيد باشر سؤال 11 ارتبط حفر ترعة ايه بمشروع حفر قناة السويس؟ ايه الترعة اللي حفرها مرتبط بمشروع القناة؟ هنا طبعا دي ترعة الاسماعيلية يبقى الترعة اللي حفرها مرتبط بترعة بمشروع قناة السويس هي ترعة الاسماعيلية تفريقا عنها عن ترعة الابراهيمية اللي انشأها الخديوي اسماعيل الترعة اللي مرتبطة بالقناة اللي هتوصل الميا العزبة الى مدن القناة هي ترعة الاسماعيلية سؤال اخر اول اصلاح نيابي حقيقي في مصر تم في عهد الخديوي اسماعيل عام 1866 بتأسيس مجلس شورى النوال بنفرق ما بينه وما بين محمد علي محمد علي انشأ مجلس المشورى اما اسماعيل فشاهد عصره اول حياة نيابية حقيقية لانه انشأ مجلس شورى النوال كانت المحاكم المختلطة تفصل في القضايا ايه والمنازعات ايه ايه نوع القضايا اللي كانت بتنظر فيها المحاكم المختلطة كانت بتنظر في القضايا المدنية وايضا المنازعات العقارية بين المصريين والاجانب او بين الاجانب والحكومة المصرية يبقى كانت المحاكم المختلطة تفصل في القضايا المدنية والمنازعات العقارية انشأت مصلحة البريد المصرية في عهد مين؟ مين اللي انشأ مصلحة البريد في مصر؟ الخديوي اسماعي ادت حادثة قصر النير في فبراير عام 1881 الى عزل ناظر الحربية مين؟ في حين قدت مظاهرة عبدين 9 سبتمبر 1881 الى عزل رئيس الوزراء مين؟ حادث قصر النير ده اول حادث في احداث الصورة العرابية ادى الى عزل ناظر الحربية من ناظر الحربية اللي كان موجود؟ هو عثمان رفقي ناظر الحربية اما مظاهرة عبدين لما احمد عرابي ومعه مجموعة من الشعب ومجموعة من الجيش قاموا بي التوجه الى قصر عبدين لمقابلة الخديوة توفيق وتقديم مطالب الشعب ده كان نتيجته عزل رئيس الوزراء اللي هو رياض باشر يبقى حادث قصر النيل نتج عنه عزل ناظر الحربية عثمان رفقي اما مظاهرة عبدين نتج عنها عزل رئيس الوزراء رياض باشر سؤال اخر مين هو اللي اسس الحزب الوطني عام 1907 اللي اسس الحزب الوطني هو مصطفى كامل بموجب الاتفاق الودي او بناء على الاتفاق الودي انفردت فرنسا بدولة ايه؟ مقابل انفراد بريطانيا بمصر انفردت فرنسا بدولة قلنا المغرب او مراكش سؤال اخر ماذا كان يحدث اذا؟ ماذا كان يحدث اذا لم يتم اكتشاف حجر رشيد لو الحملة الفرنسية ما كانتش عصلت على حجر رشيد اللي كان هيحصل لم يتعرف المصريين على اللغة المصرية القديمة ما كناش هنتعرف على اللغة الفرعونية وايضا لم نتعرف على تاريخ مصر القديم ماذا كان يحدث اذا؟ نجحت حملة فريزر في تحقيق اهدافها بريطانيا ارسلت حملة فريزر على مصر لعدة اسباب كان لها اهداف لو حملة فريزر كانت جت ونجحت في تحقيق اهدافها كان ايه اللي هيحصل؟ اولا احتلال بريطانيا مصر ثانيا خلع محمد علي من حكم مصر وعشان كده بريطانيا كانت بعثة فريزر لكن احنا تعرفنا ان حملة فريزر فشلت على مصر بسبب مقاومة اهالي رشيد وحمد سؤال اخر ماذا كان يحدث اذا؟ لم يصدر السلطان العثماني منشورا باعلان عسيان عرابي لو السلطان ما كانش اعلن المنشور ده كان ايه اللي هيحصل؟ عدم ضعف الروح المعنوية للجيش المصر وبالتالي عدم هزيمة الجيش المصري في معركة التل الكبير لان احنا عرفنا ان سبب من اسباب هزيمة الجيش المصري في معركة التل الكبير هو اعلان السلطان العثماني منشور بعثيان احمد عرابي اللي ادى لضعف الروح المعنوية للجيش المصري وتسبب في هزيمة الجيش المصري في موقعة التل الكبير ننتقل لسؤال آخر وهو ما المقصود بكل من المقصود بكلمة امتيازات أجنبية الامتيازات الأجنبية بفكرك أن كلمة الامتيازات الأجنبية جات في المنهج في نقطتين النقطة الأولانية لما خدتها في درس التجارة في عهد العثمانين التجارة الخارجية لما قلنا تدهورة التجارة الخارجية في عهد العثمانيين نظراً لإكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح كما أن السلطان العثماني منع الأجانب امتيازات أجنبية فده أدى للتظاهر التجارة والسبب الثاني اللي جبنا فيه كلمة امتيازات الأجنبية لما قلنا أسباب الأزمة المالية إن سبب رئيسي من أسباب الأزمة المالية في مصر هو الامتيازات الأجنبية السؤال اللي قدامك بيسألك مال مقصود به الامتيازات الأجنبية؟ يعني ايه امتيازات أجنبية؟ الامتيازات الأجنبية هي تسهيلات منحها الدولة العثمانية أو منحها السلطان العثماني لرعاية الدول الأوروبية يعني السلطان العثماني أعطى امتيازات للأجانب أو لرعاية الدول الأوروبية تشجيعا لهم على إيه؟ من أجل الإقامة في مصر واستثمار أموالهم عشان يعودوا في مصر ويتجروا بفلسهم ويستثمروا بيها مع تعهد الدولة العثمانية بالمحافظة على أموالهم وأروحهم وممتلكتهم وإعطاءهم حق الرجوع إلى قناصلهم في شئونهم التجارية والشخصية معنى الكلام أن السلطان العثماني أعطى الأجانب اللي في مصر امتيازات تسهيلات عشان يعودوا في مصر ويستثمروا فلسهم وفي المقابل السلطان العثماني تعهد بأنه هيحافظ على أروحهم وأموالهم وممتلكتهم وأيضا ليهم حق أنهم يرجعوا إلى قناصلهم في شئونهم التجارية والشخصية أي مشكلة تحصل مع حد أجنبي هيرجع ليه القنصل بتاعه ومش هيرجع للحكومة المصرية سؤال آخر ما المقصود باللائحة السعيدية؟ اللائحة السعيدية هي لائحة أصدرها سعيد باشا وأصبح من حق الفلاح أن يرس الأرض الزراعية ما المقصود باحتلال؟ الاحتلال هو الاستيلاء على أرض الغير بالقوة يبقى معنى كلمة الاحتلال هو الاستيلاء على أرض الغير بالقوة ما المقصود بيه؟ الاتفاق الودي خدنا اتفاق حصل سنة 1904 بين إنجلترا وفرنسا فالاتفاق الودي هو اتفاق بين إنجلترا وفرنسا بينص على بيقول إيه الاتفاق؟ انفراد إنجلترا بمصر مقابل انفراد فرنسا بمرقش يعني فرنسا تنفرد بالمغرب مقابل إن بريطانيا تنفرد في مصر ده كان اتفاق اسمه الاتفاق الودي عقد بين إنجلترا وفرنسا عام 1904 وطبعا فاكرين إن كانت نتيجة هذا الاتفاق هو تخلي فرنسا عن مساندة مصطفى كامل سؤال آخر ما المقصود بيه؟ الحماية البريطانية يعني ايه حماية بريطانية؟ هو خضوع مصر المطلق للاحتلال البريطاني يعني مصر بالكامل خاضعة للحكم البريطاني خضوع مصر الكامل للاحتلال البريطاني ما المقصود بيه مقاومة؟ ايه معنى كلمة مقاومة؟ المقاومة هي رفض الشعب للاحتلال ودفعه عن البلاد بكل الوسائل يبقى معنى كلمة مقاومة هو رفض الشعب للاحتلال ودفعه بكل الوسائل معنى كلمة جلاء يعني ايه جلاء؟ هو رحيل قوات الاحتلال عن البلد المحتل ما المقصود بيه نظام الاحتقار؟ ايه معنى كلمة نظام الاحتقار؟ نظام الاحتقار احنا عارفين النظام ده طبقه محمد علي ومعنى كلمة الاحتقار هو ان تقوم الحكومة الممثلة في محمد علي يعني تقوم الدولة او تقوم الحكومة او يقوم محمد علي بايه؟ بتحديد نوع الغلاتة التي تزرع ونوع المصنوعات التي تنتج وتحديد أسمان شرائها من المنتجين وأسماء بيعها في الأصوات يبقى إذن الدولة أو محمد علي أو الحكومة هي اللي بتحدد نوع الغلة الزراعية اللي هتزرع وأيضا نوع الصناعة التي تنتج في مصر وهم اللي بيحددوا كمان أو محمد علي هو اللي بيحدد سمن شرائها من المنتجين وأيضا أسمان بيعها في السوق ما المقصود بكلمة فرامان فرامان هو أمر سلطاني من قبل السلطان واجب التنفيذ أمر من السلطان العثماني واجب التنفيذ دي كانت مجموعة من التعريفات الخاصة بمنهجنا نحب دلوقتي أن احنا نستعرض مجموعة من الأسئلة الأخرى على البرد مع بعض نشوف مع بعض مجموعة من الأسئلة المختلفة من أسئلة اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس السؤال بيقول اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس السؤال الأول أصبح مين الحاكم الفعلي للبلاد عام 1768 هل هو محمد بيك أبو الدهب أم علي بيك الكبير ولا خرشة باشا ولا محمد علي مين هو الحاكم الفعلي لمصر عام 1768 طبعا الإجابة هي علي بيك الكبير سؤال التالي صدرت صحيفة ايه في عهد محمد علي ايه اسم الصحيفة اللي صدرت في عهد محمد علي هل هي اللواء أم صحيفة المؤيد أم الوطن أم الوقائع المصرية تفقنا مع بعض انها صحيفة الوقائع المصرية سؤال التالي من الطبقات الجديدة التي ظهرت في عهد محمد علي طبقة الأعيان العلماء البدو طبقة الممليك ايه الطبقة الجديدة اللي ظهرت هي طبقة البدو سؤال الرابع استعال محمد علي في تدريب الضباط بالضابط سيف شامبليون الممليك أم زعماء الشعب طبعاً الضابط اللي استعام به محمد علي في تدريب الجيش المصري هو الضابط الفرنسي سيف كورنونل سيف سؤال الخامس أنشأ محمد علي ترسانة بحرية على النيل في الأزهر ولا بولاء ولا رشيد ولا دميان احنا عارفين ان محمد علي أنشأ ترسانتين بحرية واحدة في بولاء والتانية في الأسكندرية ولكن هنا بيحددني ترسانة بحرية على النيل طالما قال على النيل يبقى اختار في بولاء سؤال السادس كل مما يأتي من أسباب الأزمة المالية ما عدا حفل افتتاح قناة السويس الاقتراض الامتيازات الأجنبية بعسة كيف كل دي من أسباب الأزمة المالية لكن في واحدة فيهم مش من أسباب الأزمة المالية يطرأني واحدة في الإجابة الإجابة الصحيحة هي بعسة كيف السؤال أغلق ديوان المدارس في عهد عباس باشا ولا سعيد ولا اسماعيل ولا توفي مين هو أغلق ديوان المدارس اللي أغلق ديوان المدارس هو سعيد باشا أصبحت مصر ولاية عثمانية عام 1517 ده عقب موقعة ايه؟ بعد موقعة ايه عام 1517 أصبحت مصر ولاية عثمانية هل موقعة مرد دابك؟ أم جلديران؟ ولا الريضانية؟ ولا حطين؟ طبعا الإجابة هي موقعة الريضانية دخل الفرنسيين القاهرة عقب موقعة الريضانية ولا مبابا ولا مرج دابك ولا أبقير البحرية ايه الموقعة اللي الفرنسيين دخلوا بعديها مدينة القاهرة؟ احنا عارفين ان دخل نابليون القاهرة بعد موقعة مبابا سؤال عقد مين مع العثمانيين اتفاقية العريش عام 1800؟ مين هو اللي عقد اتفاقية العريش مع العثمانيين؟ هل شامبليون؟ ولا كليبر؟ ولا مينو؟ ولا بوشار؟ طبعا الإجابة الصحيحة هي كليبر نجح محمد علي في التخلص من السيد عمر مقرم بنفيه عام 1809 إلى رشيد؟ ولا بورسعيد؟ ولا دميات؟ ولا سيلان؟ طبعا محمد علي تخلص من السيد عمر مقرم بنفيه إلى دميات يبقى الإجابة الصحيحة هي دميات سؤال 12 انتهت حرب المورة حرب اليونان بضم جزيرة ايه إلى مصر؟ ايه الجزيرة اللي حصل عليها محمد علي بعد حرب المورة أو حرب اليونان؟ هل هي جزيرة ملطة؟ أم مقدونيا؟ أم جزيرة قولة؟ أم جزيرة كريت؟ طبعا الإجابة الصحيحة هي جزيرة كريت يبقى حصل محمد علي على جزيرة كريت بعد حرب اليونان أو حرب المورة سؤال آخر أول بعثة مالية أوروبية أرسلتها دولة مين إلى مصر عام 1875؟ إيه هي أول بعثة جت لمصر من أوروبا عشان تدرس أسباب الأزمة المالية؟ هل هي فرنسا اللي بعتتها؟ ولا بريطانيا؟ أم إيطاليا؟ أم ألمانيا؟ الإجابة الصحيحة طبعاً أول بعثة أرسلتها دولة بريطانيا تم تشكيل وزارة نبار المختلطة تنفيذا لمقترحات لجنة إيه؟ إحنا عندنا وزارة تعرف باسم وزارة نبار المختلطة اللي جت في أواخر عصر الخديوي إسماعيل الوزارة دي جت بناء على مقترحات من مين؟ لجنة التحقيق الأوروبية؟ ولا صندوق الدين؟ ولا لجنة المساءلة؟ أم لجنة الضرائب؟ طبعاً الإجابة الصحيحة نتيجة لجنة التحقيق الأوروبية هي اللي أوصد بيه تشكيل الوزارة المختلطة برئاسة نبار باشا أنشأت مصلحة الإحصى والمساحة في عهد مين هو اللي أنشأ مصلحة الإحصى والمساحة؟ هل هو إسماعيل؟ أم الخديوي توفيق؟ ولا سعيد؟ ولا عباس؟ طبعاً مصلحة الإحصى والمساحة مع دار الكتب؟ مع دار الرصد؟ كلهم أنشأوا في عهد الخديوي إسماعيل صدرت جريدة إيلي تكون ممبر للحركة الوطنية عام 1900؟ الجريدة التي تتحدث باسم الحركة الوطنية في مصر هل هي جريدة الأخبار؟ أم الأهرام؟ أم اللواء؟ أم الجمهورية؟ طبعاً الإجابة الصحيحة هي جريدة اللواء لمصطفى كامل أدت حادثة دونشواي عام 1906 إلى استقالة المعتمد البريطاني اللورد مين اللورد اللي استقال بعد حادثة دونشواي؟ هل هو لورد وينجت؟ أم الليمبي؟ أم كرومر؟ أم غورست؟ الإجابة الصحيحة هي لورد كرومر هو الاستقال بعد حادثة دونشواي أعلن الرئيس مين؟ حق الشعوب في تقرير مصرها من الرئيس اللي أعلن مبادئه الأربعتاشر ومنها مبدأ حق تقرير المصير هو الرئيس ويلسون أم أوباما أم بوش أم كلينتون طبعاً الرئيس اللي أعلن حق الشعوب في تقرير مصرها هو الرئيس الأمريكي ويلسون صدر قرار إلغاء لامتيازات الأجنبية عام 1937 بناء على مؤتمر إيه المؤتمر اللي تم إعلان فيه إلغاء لامتيازات الأجنبية؟ هل هو مؤتمر الصلح؟ أم مؤتمر مونترو؟ أم الأستانة؟ أم مؤتمر العريش؟ طبعاً الإجابة الصحيحة اتلغت لامتيازات الأجنبية عام 1937 في مؤتمر مونترو قام مين بإلغاء معاهدة 1936؟ اللي وقع المعاهدة هو اللي لغى المعاهدة مين اللي قام بإلغاءها؟ هل سعد زغلول؟ ولا محمد فريد؟ ولا مصطفى النحاس؟ ولا زيور باشا؟ طبعاً اللي لغى المعاهدة هو مصطفى النحاس باشا رئيس الوزراء الذي أمر بسحب الجيش المصري من السودان مين اللي أمر بسحب الجيش المصري من السودان ووافق على مطالب بريطانيا؟ هل هو رئيس الوزراء في ذلك الوقت سعد زغلول؟ ولا محمد فريد؟ ولا مصطفى النحاس؟ ولا زيور باشا؟ اللي أمر بسحب الجيش المصري من السودان هو زيور باشا بعد المجموعة من الأسئلة بننتقل عشان نكمل باقي أسئلتنا بنشوف مع بعض باقي الأسئلة السؤال بيقول اكتب ما تشير إليه العبارة مبدأ أعلنوا الرئيس الأمريكي ويلسون مبدأ حق تقرير المصير أو حق الشعوب في تقرير مصرها اكتب ما تشير إليه العبارة برضو سؤال بيقول تصريح منح مصر الاستقلال وألغى الحماية البريطانية ايه هو التصريح اللي أعطى مصر استقلالها وألغى الحماية البريطانية هو تصريح 28 فبراير عام 1922 خد بالك أني هنا التصريح اسمه كده تصريح 28 فبراير يبقى أنت لازم تحفظ التاريخ ده لأن التاريخ هو اسم التصريح تصريح 28 فبراير عام 1922 مؤتمر صافر له الوفد المصري للمطالبة بالاستقلال ايه هو المؤتمر؟ هو مؤتمر الصلح في باريس أول دستور مصري رحب به الشعب أول دستور كان اسمه ايه؟ اللي رحب به الشعب وفرح به الشعب لأنه أعطى الشعب مزيد من السلطات أو مزيد من الحقوق هو أول دستور مصري هو دستور عام 1923 حادث محاصرة قصر عبدين بالدبابات البريطانية اسم الحادث ايه؟ اللي الدبابات البريطانية حصرت فيه قصر عبدين وأرغمت الملك فاروق على إعادة مصطفى النحاس باشا للوزارة اسم الحادث هو حادث 4 فبراير عام 1942 يبقى الحادث هنا اسمه 4 فبراير لو خدت بالك أنت عندك الدستور اسمه دستور 1923 فاسمه حفظ عليك وأيضا هنا الحادث اسمه تاريخ حادث 4 فبراير فبرضو دي من الحاجات المطالب بيها أنك لازم تعرفها أيضا سؤال اكتب ما تشير إليه العبار مؤتمر عقدته الدول الأوروبية لمناقشة المسألة المصرية اسم المؤتمر إيه للدول الأوروبية عقدته عند السلطان العثماني في الأستانة لمناقشة المسألة المصرية اسمه مؤتمر الأستانة لائحة تنص على حق الفلاح في توريس الأرض دون ملكية قانونية إيه هي اللائحة اللي صدرت بتنص على إن الفلاح له الحق أن يرس الأرض اسمها اللائحة السعيدية اتفاقية تم توقعها بين كليبر والعثمانيين عام 1800 اسم الاتفاقية إيه اللي بين كليبر وما بين العثمانيين اللي كليبر كان عايز فيها يغادر مصر ويسافر على نفقة الدولة العثمانية هي اتفاقية العريش عام 1800 ديوان أنشأه نابليون لتدريب المصريين على نظام الشورى الديوان اللي أنشأه نابليون أثناء فترة احتلاله لمصر عشان يدرب المصريين والأعيان على نظام الشورى هو ديوان القاهرة من غاية هنا تكون دي مجموعة من الأسئلة الخاصة بمادة التاريخ وإن شاء الله أوعدكوا بأسئلة جديدة في الحلقات القادمة واشوفكوا على خير